احمي تليفوني يعني بهيك حالة طيب شو بدي اسوي؟ طبعا في طرق كتيرة جدا طبعا في طرق كتيرة بنحمي التليفوني عن طريق الاول حاجة طبعا في حاجة اسمها تشفير الملفات الجهاز اي جهاز اي جهاز سواء موبايل او كمبيوتر او اي جهاز عموما يبقى فيه تشفير داتا داتا دي احنا بنقدر نشفرها بحيس ان الداتا دي حتى لو هو وصل لها ما يقدرش يقدر يعني ما تبقاش داتا سليمة يعني بمجرد ان هو رجحها من اللي يكفر ما تقدرش داتا عادية يعني الصور او الحاجات دي عبر عن حاجات اسمها ديشتال نمبر حاجات اسمها رقمية فمش بالسهولة نومة يوصل لها يعني الصورة يفسام مش بالسهولة انها توصل لكل بس هل سهل ان انا اسوي هيك وتعرف مسلا فيه بنات مراحقين فيه مسلا يعني ستات كبار ناس كبار ما بيعرفوش بهاي الشغلة هل هيقدرون يعني تكون سهلة انه يعمل هاي الشغلات طبعا احنا النهاردة بنواعي الناس كلها ان هي اولا ازاي بنعو نفسهم من اختراق قبل اصلا ما يحصل الاختراق ده انا انا عندي دليل يقوم مسلا بنت مراحقة مسلا لسه صغيرة ما عندهاش فكرة او ما عندهاش وعي الكتروني او تكنولوجي فممكن تبقى توقع فريسة للشخص ده ان هو يبتزها يقدر بكل سهولة يبعت لها فايل عن طريق الفايل ده تقدر هي يعني بتسمح له بتاكز على التليفون عندها انها بتسمح له ان هو يشوف كل الصور اللي في الجهاز او المقاطع الفيديو او المحاسات الخاصة بيها اي كل ما يتعلق بالداتة بلاعاتها بتبقى عنده شخصيا طبعا هو في الحالة دي بيبدأ خلاص بقى عنده الداتة كلها يبتزها يبقى يبقى يطلب منها مبالغ مالية ضخمة عشان ما ينشرش لايه الصور دي والحاجات دي طبعا دي من طرق لايه ده ده نوع منواع البتزز الالكتروني فيه طبعا تبزز تاني طبعا تبزز يعني ربنا عافنا جنسي غير الالكتروني خالص غير المادي فيه ناس بتبتز الاشخاص البنات المراقين دي عشان برضو تقيم معهم علاقة جنسية برضو في مقابل يا حرام بتوصلة ممكن مرحلة الانتحار اه طبعا بنحصل بنسمع كتير جدا في ناس طبعا نوصل الانتحار فعلا بسبب دي انا باعتبالها جريمة يعني طبعا دي جريمة زي مثل اي جريمة تانية يبقى عقب عليك طبعا ده فيه مادة تلتمية وتلتمية 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 سبعة وعشرين من قانون المصري من قانون العقوبات انها بتنص ان اي حد يبتز اي شخص بيعقب السجن من ثلاث سنين سبعة سنين دي جريمة يبقى عقب عليها قانون وبتنص المادة عندنا في القانون المصري يعني فعلا انت بتشعر ان الواحد مش بأمان يعني مثلا لو حتى ست متجوزة ووصل مثلا هيك وبتزها وهي متجوزة وعندها ولاد فموضوع كتير كتير كمير طبعا لو بيوصل يعني برضو ضمار خراب البيت طبعا وضمار الاسرة وتفاكل الاسري والمجتمعي بسبب كل الحاجات دي فاحنا اصلا ليه احنا بقى ما نأمنش الجهاز بتاعنا التليفون بتاعنا مثلا بحيث ان هو ما حدش يختاركه اصلا يعني اللقاية خارم من الالاج هنتكلم في خطوات مثلا حماية الجهاز بتاعنا من ان اي حد يختارك تليفوني ادرح من تليفوني يعني اول حاجة ان انا مثلا اأمن جهازي مثلا بباسورد قوي جدا يعني الباسورد دي اللي هي الديفوت لها 1245 والحاجات دي طبعا دي سهلة اه سهلة طبعا اي حاجة اه اه تقدر توصلها بكل سهولة بتخاف المعقد ينسى نفس الشخص يعني لا ما هو لازم لازم يفتكروا بقى لان طبعا دولا كده هم جهازوا معرض للاختراق وطبعا وعلى فكرة مش موضوع بقى سوشيال ميديا بس ان هم بيختارك الجهاز عشان يتصور لا ده في حاجات تانية مثلا انا مثلا تليفوني او تليفون اي شخص ببعالي حسابات بنكية مثلا بالزبط بالزبط اه انستبي الحاجات اللي بيضعون كاش الحاجات اللي هي المرتبطة بالماليات دي لو وصل للداتا بتاعته او رقم الفيزا بتاعته اقدر يسحب كل الفلوس اللي موجودة في الحساب البنكي بالزبط فالاختراق هنا مش اصبح ان انا باحمي نفسي من الان هو ياخد صوري ولا ده قصة اكبر من كده اصلا يعني الموضوع اكبر من كده بكتير لازم لازم بفي حماية كاملة ودراية وتوعية كاملة ان انا احمي جهازي من الاختراق ده اشتركوا في القناة